من الشيخ سلطان بن أحمد القاسم رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام بمناسبة افتتاح سموه للمركز وفي إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتاريخ زاخر من الفنون والتراث والثقافة افتتح سموه كذلك المبنى الجديد لإدارة متاحف الشارقة والكائن بمنطقة اللي والذي أمر سموه بإنشائه للإشراف على المتاحف القائمة والمستقبلية خطوات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وهو في طريقه لإفتتاح المبنى الجديد لإدارة متاحف الشارقة مثلت خارثة طريق لمتاحف الإمارة الباسمة التي حملت قيادتها الرشيدة على عاتقها قضايا الثقافة والفكر والفن لتكون الشارقة شعلة ضوء واستنارة في المحيط العربي والإقليمي الدولي كان في استقبال سموه لدى وصوله للمقر الجديد لإدارة متاحف الشارقة سعادة منال عطايا مدير عام إدارة متاحف الشارقة وعدد من أمناء المتاحف ورؤساء الأقسام في الإدارة وجمع من الموظفين حيث يأتي افتتاح المقر الرئيسي للإدارة تمهيدا لإطلاق سلسلة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات الجديدة لقيد الدراسة وتتويجا لسجل الإنجازات التي حققتها من خلال 17 متحفا المندرجة تحت مظلتها وفي وقت قياسي وكدأ به في تفقد كل صغيرة وكبيرة حيث لا يترك شاردة وواردة إلا وألم بها توجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عقب الافتتاح الرسمي للمكاتب الجديدة في جولة استطلاعية داخل المبنى اطلع فيها على خطط الإدارة المستقبلية وسعرض أنشطتها الحالية وأشهد سموه بالجهود فريق عمل الإدارة مهنئا تنفيذيها وموظفيها على روح المبادرة التي يتحلون بها كما أبدأ عجابه بالفعاليات المتميزة التي دابت الإدارة منذ تأسيسها في عام 2006 على إنجازها بمستوى عال من الاحتراف والتميز مساهمة بشكل فعال في رفع مستويات الوعي بأهمية المتاحف وأعطى سموه توجيهاته فيما يتعلق بتطويرات المرجو تحقيقها بما ينسجم والرؤية الشاملة لمستقبل الإمارة سعادة منال عطايا مدير عام إدارة متاحف الشارقة في معرض تعليقها أكدت أن الإنجازات الرائدة التي حققتها وتحققها الإدارة جاءت من خلال التمسك بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة مؤكدة أن افتتاح سموه للمكاتب الجديدة شرف عظيم يحث على المضي قدما وبخطة واثقة حتى الوصول إلى العالمية يأتي قرار النقل للمقر الجديد بعد تنامي حجم العمل الذي تقوم به الإدارة وتزايد أعداد الموظفين كما يأتي المقر الجديد في إطار الجهود التي تبدلها الإدارة لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها متاحف الشارقة ولزيادة فرص التعاون بين الإدارة والمجتمع المهتم حيث ستطرح الإدارة خطة عمل للسنوات القادمة تهدف لتعزيز رؤية إمارة الشارقة كعاصمة للثقافة والفنون كما تهدف إلى دعم تطوير البيئة التعليمية وتشجيع المنافسة فيها وزيادة وعي المجتمع بأهمية المتاحف بما يتواكب مع المستويين الإقليمي والدولي وذلك لتعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب